انتشار الجريمة بالفضاء الافتراضي يطرح صعوبة جمة بحكم تهديدها للنشاط الاقتصادي ولأمن الأفراد والدول طبيعة الجرائم المعلوماتية كما بيّن المتدخلون في هذه الندوة فرضت إيجادة السنة القانونية لضامان الحماية من مخاطر التكنولوجيا هناك فصول قانونية في إطار مواد القانون الجنائي هي في الحقيقة أنها تواكب هذه الجرائم إلا أنه يبقى معه عبء الإثبات الصعب لإثباتها لكن نعتز بأن لنا قضات متخصصون في هذا المجال ينبغي إعادة النظر في الترسانة الحالية فيما يتعلق بتعديلات الجدد القانون الجنائي وإعادة النظر فيها وبتالي تجريم العديد من الجرائم فيما فيها البطائق البنكية جرائم البطائق البنكية من بين الجرائم المعلوماتية التي تمت منقشتها جرائم عابرة للحدود لها تقنيات رقمية متطورة تستلزم إيجاد وسائل جديدة والتعاون لرصدها مسألة التعاون شيء أساسي بين الدول هناك تعاون في إطار جرائم خاصة لها ارتباط بالجرائم الإلكترونية ونقص بذلك مثلاً جرائم إرهابيا الجرائم إرهابيا نظراً لاستعماله عن طريق وسائل الاتصال الحديثة تتطلب نوع من التعاون ويوجد تعاون بين المغرب وغير من الدول سواء العربية أو الأوروبية أو الأمريكية الندوة مكنت كذلك القضاة من الإطلاع على الإشكالية القانونية التي تطرحها الجرائم المعلوماتية والتعرف على التقنيات الضرورية لتحديد ماهيتها اشتركوا في القناة